وسط صالة رقود للمرضى تتحدث أم برهان بدموع مثقلة عن مأساة فقدان اثنين من أولادها بعد إصابتهما بوباء الدفتيريا تتشكل الحرب على هيئة أمراض قاتلة تخطف الأرواح لاسيما الضعيفة منها فبالإضافة لمرض الكوليرا المتفش في البلاد يطل وباء الدفتيريا برأسه من جديد هذه المرة في العاصمة صنعاء في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة وسط صنعاء يبلغ عدد المصابين بالوباء 65 حالة خلال أيام قليلة عشرة مصابين منهم نجح المرض بقتلهم فيما تبذل السلطات الصحية جهودا لإنكاذ 55 آخرين لا تكمن المشكلة في الإصابة بالوباء نفسه بل بمضاعفاته التي تؤدي غالبا إلى الوفاة بعد أيام قليلة من الإصابة به نظرا لقلة الأدوية واللقاحات داخلين بالمضاعفات الدخلوا بالمضاعفات اللي جاي في شلال نصفي واللي جاي في شلال كامل وأغلبيتهم بيتوفو نتيجة المضاعفات اللي بتحصل لهم لأن البكتيريا بتضرب الدماغ بتضرب الكلاب بتضرب القلب الاستعدادات لمواجهة وباء الدفتيريا ضعيفة بسبب الحرب التي أدت إلى تفشي أوبيئة وإغلاق مرافق صحية كثيرة بالرغم من كل هذا يجد المصاب نفسه مراكبا لحالته الصحية يحاول المقاومة للنجاة بحياته ويكافح من أجل الشفاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر